يروج القيمون على محمية طبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأقدم في إفريقيا لنموذج تنموي مختلف صديق للبيئة يهدف إخراج السكان المحليين من البؤس الذي يعيشونه خصوصا في ظل التحديات التي تطال الموقع جراء مشاريع استثمار نفطية هذا المشروع قد يساعد الناس على التوقف عن استخدام الشجر لتصنيع الفحم وبفضل تدفق المياه يمكننا مكافحة الكربنة في هذا المكان يكافح الناس للبقاء بعد عقود من الأهمال الحكومي والنزاعات المستمرة منذ عشرين عاما والتي تدمر هذه المنطقة التي يعيش أهلها من دون طرقات أو مياه أو كهرباء وتقع ورشة العمل على سفح منتزه فيرونجا الوطني المصنف على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة للتراث العالمي للبشرية وهذا المشروع يندرج في إطار سلسلة مشاريع لتحالف فيرونجا السعي إلى تجيع السلام والازدهار عن طريق التنمية الاقتصادية المسؤولة عن الموارد الطبيعية لأربعة ملايين شخص يعيشون في محيط للمنتزة